وفي تصريحات خاصة لمركز الأخبار هل عدد من السفراء المعتمدين لدى مملكة البحرين قيادة وشعب مملكة البحرين بالعيد الوطني المجيد وأعرب عن اعتزازهم بالعلاقات الوثيقة التي تربط بلدانهم بمملكة البحرين نيابة عن الشعب الفرنسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أتقدم بخالص التهنئة القلبية إلى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وإلى الحكومة وإلى كافة شعب البحرين بمناسبة العيد الوطني البحرين وفرنسا تربطهما علاقات تمتد لأكثر من خمسين عاما في كافة المجالات وأنا واثق من أن العلاقة بين البلدين الصديقين سوف تشهد تطورا وتناميا في السنوات المقبلة شكرا للبحرينيين على الترهيب بالجالية الفرنسية في المملكة وأتمنى لكم عيد وطني سعيدا تهانينا للشعب البحريني بيومه الوطني وإلى جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة وإلى سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد الخليفة إذ لطالما كانت مملكة البحرين مزدهرة في كافة المجالات وسباقة في مجال السلام والتعايش وبالنسبة لنا في ألمانيا نشعر بالفخر والاعتزاز بما يربطنا من علاقات صداقة وطيدة مع البحرين لأكثر من خمسين عاما وتربطنا علاقات سياسية ودبلوماسية وهذه المناسبة الوطنية تعتبر الفرصة الأمثل للتعبير عن تمنياتنا للبحرين بدوام الازدهار وأن نعمل على تعميق وتعزيز العلاقات بين بلدين الصديقين بمناسبة اليوم الوطني لمملكة البحرين أود أن أتقدم بأطيب الأمنيات باسمي وباسم الجالية الإيطالية في مملكة البحرين إلى جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة وإلى سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد الخليفة عام 2023 كان عاما رائعا بالنسبة للعلاقات البحرينية الإيطالية وأود أن أستفكر هنا زيارة جلالة الملك إلى إيطاليا ولقائه مع الرئيس الإيطالي ورئيسة الوزراء أتمنى للبحرين عيدا وطنيا سعيدا ترجمة نانسي قنقر